كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المناقدة في الرياض خلال اللقاء ناقش الوزيراني جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل احتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع حيث تم التأكيد على مواصلة التنصيق الثنائي وتحت مظلة العمل العربي المشترق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة وجدد الوزيراني أيضا مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة فضلا عن التحذير من مخاطر القيام إسرائيل بأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية والرفض الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة